ومن الخير لك أن تتسحر على تمر أو تجعل في سحورك تمرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم سحور المؤمن التمر نعم سحور يعني الذي يتسحر به عندنا سحور وعندنا سحور سحور بفتح السين هو الذي يتسحر به الطعام والماء وسحور هو الفعل عندما يأكل الإنسان هذا سحور الطعام سحور النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم سحور المؤمن التمر فمن خير السحور أن تتسحر بالتمر وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والسحور غداء مبارك يا إخوة ليس المقصود من السحور أن تملأ البطن بعض الناس يقول أنا الحمد لله بطني مليانة ما أحتاج إلى أن أتسحر تسحر ولو بتمرة تسحر ولو بشربة ماء لأن في السحور بركة هذا السحور الذي يزهد به فيه الناس اليوم فيه بركة والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الغداء المبارك والملائكة تصلي على المتسحرين تدعو لهم فهذه خيرات لا ينبغي أن يفرط فيها الإنسان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر